حدثنا أبو داود حدثنا هشام عن قتادة عن خلاس عن عبد الله بن عطبة قال أتى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرد لها ولم يدخل بها فسئل عنها شهرا فلم يقل فيها شيئا ثم سألوه فقال أقول فيها برأيي فإن يك خطأ فمني ومن الشيطان وإن يك صوابا فمن الله لها صدقة إحدى نسائها ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع أبنة وشق قال فقال هل أم شهدك فشهد له الجراح وأبو سناء رجلاني من أشجع حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قال أتى قوم عبد الله يعني ابن مسعود فقالوا ما ترى في رجل تزوج امرأة فذكر الحديث قال فقال رجل من أشجع قال منصور أراه سلمة بن يزيد فقال فيه مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج رجل من أمرأة من بني رؤاس يقالوا لها بروع بنت وشق فخرج مخرجا فدخل في بئر فأسنا فمات ولم يفرض لها صداقا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كمهر نسائها لا وكسا ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة حثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن علقمة أن رجلا تزوج امرأة فثوق فيها عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يسمي لها صداقا فسوئل عنها عبد الله فقال لها صداق أحدى نسائها ولا وكسا ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فقام أبو سناء الأشجعي في رهت من أشجع فقالوا نشهد لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت وشق حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله وحدثنا أبن أبي شيبة قال حدثنا أبن أبي زائدة عن داود عن الشعبي عن علقمة بهذا وحدثنا عبد الله قال حدثنا هو أبن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن محمد فذكر الحديث حدثنا عبد الرحمن عن سفيانا عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرد لها قالا لها الصدق وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سناء شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت وشق حدثنا عبد الرحمن عن سفيانا عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثل حديث في رسين حثنا يزيد أخبرنا سفيانا عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل فثوق في ولم يفرد لها صداقا ولم يكن دخل بها قال فاختلفوا إليه فقال أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سناء الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت وشق بمثل هذا